بلاي ستيشن 5 هو أبرز أجهزة الجيل القادم وفي الشهر الحالي تقريبا بعد أسبوع راح يتوفر في السوق وهذا الجهاز اللي المفروض يعيش معنا على جيل يمتد لسنوات كثير نقول خمس سنوات ست سنوات وممكن أكثر وهذا أيضا دليل أن الجهاز مبني للقوة المستقبلية ومهما شفت من ألعاب حالية أو حتى في هذا المقطع يدوب أنه لمسنا السطح من قوة الجهاز اللي راح يقدمها مثل ما شفنا في البلاي ستيشن 4 لو تقارن لعبة في 2013 مثل بيونتو سولز راح تعرف القفزة والفرق اللي راح نشوفه في البلاي ستيشن 5 في المستقبل المهم أول شي نتكلم عن التصميم ووضع الجهاز في السيتاب تصميم البلاي ستيشن 5 من الخيال أو المستقبل وكل الأصدقاء اللي زاروني لما شافوه حسوا بنفس الشعور اللي أنا شفته أول مرة الرهابة والإندهاش من الشكل تصميم الجهاز جدا جريء من سوني لكن يظل لمحة مستقبلية وجميلة تكون في البيت صحيح إن حجم الجهاز كبير لكن مو للدرجة اللي راح يأثر بشكل سلبي وإذا حابين تفاصيل أكثر وتعرفوا المحتويات اللي في العلبة وكل هذه الأمور تقدرون تشوفون مقطع الأنبوكسنج اللي سويتها للجهاز لكن أحب أضيف نقطة مهمة اليو اس بي الأمامي في البلاي ستيشن 5 ماهو سريع وليشغل الهاردسك فهو مجرد للسماعات أو حتى الكنترولر فإذا حبيت تشغل هاردسكات لازم تستخدم الفتحات اللي وراه وبالنسبة لي وضع الجهاز أنصح دائما أن يكون بشكل عمودي ما عندك مشكلة تخليه بشكل مائل لكن أنا شخصيا ما حبيت شكله منسدح وأحسه مخنوق أكثر قبل ما ندخل فيه تفاصيل الألعاب وأتكلم عنهم باختصار شديد عن واجهة المستخدم اللي عليها أسئلة كثيرة أقدر أقول لكم أنها من أفضل للواجهات على الإطلاق من ناحية تصميم وشكل وسرعة ولأول مرة على الكونسول شاشة المستخدم تكون بدقة 4K و HDR باختصار أقول لكم أنها من أفضل الواجهات اللي مرت عليه في تاريخ الكونسول وراح أشرح لكم بالتفصيل في مقطع مستقل لأنها تستحق الشرح بالنسبة لأهم الأسئلة بخصوص الألعاب أول شي لازم تعرفونه إذا كنت مشترك في البلس على البلاي ستيشن 4 كل اللي عليك تحطه حسابك في البلاي ستيشن 5 وراح يشتغل كما هو وتكمل شغلك عادي بالإضافة بمجرد تواجدك على الفايف مع حسابك البلس راح تحصل على كمية ألعاب من الجيل السابق وكلها حصرية وغير حصرية بعد كلهم مجانيين تلقون في المكتب وتسوي لهم انستول وأغلب هذه الألعاب محسنة بتلعبها بدقة عالية وسرعة خلوني أشرح لكم أكثر بلاي ستيشن 5 تقريبا كأنه يضحك على ألعاب الجيل السابق حسيت أنه يشغلهم وهو نايم والجهاز مثل ما يقولون راهي لكن حبيت أنوه على نقطة كل الجيم بلاي اللي راح تشوفونه حاليا في مشكلة بالألوان بسبب قطعة التسجيل كنت مفعل HDR فما طلعت الألوان صحيحة لكن السرعة والوضوح تمام نبدأ أول شي مع لعبة Days Gone مثل ما تشوفون رهابة الصورة الفعلية من ناحية الدقة وسرعة الإطارات شي فعلا رهيب وللعلم أن اليوتيوب يظلم الجودة لكن لما تشغلها بنفسك بتعرف شو نتكلم عنه أول لعبة نبهرت منها كانت Days Gone شغالة على وضوح الفور كي الديناميكي بالإضافة لستين إطار و HDR مظهر اللعبة كان مذهل لدرجة أنها تستحق أني أعيد اللعبة من جديد فعلا فرق شاسع عن تجربتها على البلاي ستيشن 4 حتى لما تدخل الأماكن المظلمة وأخيرا بنحس في Source of Light أو مصادر الإضاءة في الألعاب مظهر اللعبة جدا مبهر نفس الشي للعبة Ghost of Soshima كأنك تلعبها على البي سي سرعة إطارات جميلة جدا وثابتة وكمية تفاصيل حادة أقدر أقول أن البلاي ستيشن 4 كان يظلم الألعاب منهم Ghost of Soshima من ناحية الشكل وسرعة الإطارات شعور غريب لما شفت اللعبة حسيت أن اللعبة Load كامل للخريطة أبعد أماكن أشوفها بأدق التفاصيل وتخيلوا مع حركة الأشياء أوراق الشجر والملابس والأمور وكلها شغالة في 60 إطار فعلا كان شي مبهر نفس الشي في اللودنج بين مشاهد السينمائية أو الفاست رافل كلها شغالة طيارة أيضا لعبة God of War مثل ما تشوفون شغالة بـ 60 إطار وبعمق ألوان رائع كلعبة هاكن سلاش هذا اللي كان مطلوب منها أنها تستحق التجربة على سرعة إطارات عالية وأنتو عارفين أن لعبة God of War ثقيلة ورح تشتغل على 60 إطار فهذا يفسر لقوة جهاز البلاي ستيشن لكن أحب أن نوه إذا حبيت تشوفها على الدقة العالية جدا رح تنزل إطارات إلى الثلاثين باختصار الـ 60 إطار صار شي عادي في البلاي ستيشن 5 في Call of Duty الحرب العالمية الثانية شغالة بشكل جدا رهيب من عمق ألوان وسرعة إطارات نفس الشي تراكمانيا تقول لك كم تبي إطار يا حبيبي أطير معاك أي سرعة تبيها راكت ليك شغالة بسلاسة تامة وغيرهم من الألعاب اللي جربتهم لكن ما سجلت فعلا تجربة بصرية كانت ممتعة جدا خصوصا God of War Ghost of Tsushima شوفه بنفسك تريد أن ترى ألعاب الكروسجين أو الألعاب الجديدة للـ 5 نفسها هنا مثل ما تشوفون نلاحظ سبايدر مان مايلز مورلز شغالة على دقة عالية عالية جدا بشكل لا يوصف بالتحديد في الفوتو مود كنت أدخل في أعمق التفاصيل وما أخسر أي ديتيلز كلما أسوي زوم على الملابس على اللمعة على الواجهة على الحذاء على كل شي في الشخصية كان دقيق جدا لش أبعد حد لكن لما ألعب أشوف اللعبة على 30 إطار لأنه كمية الدقة عالية جدا بعدين اكتشفت أنه عندك خيار تحول على الـ Performance Mode وتحصل على 60 إطار ومثل ما تشوفون دقة عالية و60 إطار واستمتع في سبايدر مان أيضا عندنا لعبة Astro Playroom من أجمل الألعاب اللي جربتهم سواء من سرعة إطارات ودقة تفاصيل وفيزيكس وأشياء حلوة بالإضافة لإحساس دول سنس نفسها هذه اللعبة مدي أعطيها 10 من 10 كتقييم لكن هذا ما يهمكم لأنها في النهاية موجودة على كل جهاز بلاي ستيشن 5 مجانا باختصار ألعاب لبلاي ستيشن 4 شغالها بدقة عالية وشارب وإطارات حتى الأشياء البعيدة في الألعاب العالم المفتوح تلقاها واضحة هذا غير سرعة التحميل والتنقل الصاروخي لكن الفرحة ما تكمل بعض الألعاب فيها معاناة شغلت لعبة The Last of Us 2 ومظهرها كان جدا عادي وكأنها من الجيل السابق والإطارات بطيئة نفس الشي لعبة Red Dead Redemption 2 مظهرها عادي وكأنك مشغلها على البلاي ستيشن 4 العادي فرق كبير بينه وبين نسخة الأكس بوكس اللي شغلتها وطالع بمظهر خرافي بعدين اكتشفت أن بعض الألعاب تشتغل على PlayStation 4 Mode يعني ما راح تشوف فيها أي تحسينات من ناحية مظهر اللعبة وسرعة الإطارات لكن ممكن التحميل أهني الموضوع يقع على المطور فكل مطور لازم يحدث لعبته للبلاي ستيشن 5 وبالنسبة للي سألوني عن Bloodborne شغلت اللعبة كان فيها وضوح أعلى شوي ألوان أفضل لكن تظل سرعة الإطارات فيها بطيئة حتى مع تحديثها للبلاي ستيشن 5 تظل اللعبة مظهرها مش ولابد باختصار من ناحية تجربة الألعاب كان شعور رائع بأني ألعب ألعاب 60 إطار وتكون ألعاب مغامرات ثقيلة رئيسية في هذه الأشياء اللي كنا نفقدها في أعز الألعاب علينا لكن الحين مع الفايف تقدر تلعبهم بشكل ممتاز وللمستقبل بشكل عام بلاي ستيشن 5 من ناحية تجربة الألعاب فهو جاهز إذا تبي تلعب على أعلى دقة أو أسرع إطارات فالخيار لك وللأمانة كنت سعيد جدا في النظام نفسه والتنقل بين الألعاب بسرعة رهيبة وبعض الألعاب يدوب تلحق تشوف اللودينغ من سرعتهم فعلا ما قالوا أسرع SSD ما كذبوا بالنسبة لموضوع الصوتيات أي سماعة عندك سواء USB أو لتركب داركت في الكنترولر راح تستمتع بصوت ثلاثي الأبعاد ديجيتل وفي مستويات تقدر تغيرهم مع العلم أنه يحتاج تحديث ممكن في وقت الإطلاق لكن لا تحاتوا الموضوع الصوت راح أشرح لكم كل التفاصيل والسماعات وكيفية تفعيل الصوت أما الآن ننتقل للمميزات والعيوب أول ميزة في البلاي ستيشن 5 هو أكثر جهاز أعطاني شعور الجيل الجديد أولا من التصميم الخرافي بالإضافة لتشغيل الألعاب بسرعة صاروخية وأيضا التحسينات على ألعاب ثقيلة ما كنا نتخيل أن نلعبها بستين إطار ثاني ميزة شرحتها في مقطع كامل وهي Dual Sense ما أدري إذا بزيت على كلامي في المقطع السابق لكنها فعلا إضافة جميلة جدا مع الجهاز وتعتبر من أهم مزايا مو بس البلاي ستيشن 5 أهم مزايا الجيل بالكامل الموضوع معاده شاشة بس تشوفها وتلعب وتستمتع هالمرة الحين رح تستمتع في شيء فزيائي في يدك بالإضافة للشاشة بالنسبة لثالث ميزة هو نظام التشغيل ما بيأتوسع فيه لكن أقول لكم من أفضل الأنظمة اللي مرت عليه رابع ميزة وأخيرا تغلبوا على مشكلة شائعة وهو صوت الطيارة السابق لبلاي ستيشن 5 تقريبا ما لصوت ما أذكرني لعبت لعبة والتفت على الجهاز بسبب الصوت ممكن بس لما تحط القرص راح تسمع لدرايف يفتر لكن كصوت جهاز مزعج ما في شيء يذكر أما بالنسبة للعيوب هو عيب واحد رئيسي موضوع الهاردسك في البلاي ستيشن 5 من البداية مأخوذ ثلث الهاردسك على بالك بتستمتع بقوائم 4K و HDR بلاش لا يا حبيبي كمية كبيرة من الهاردسك مأخوذة يا دوب نزلت أربع ألعاب حجمهم كبير وتقريبا امتلع علي الهاردسك وفعلا كان شعور سيء طيب اش راح نسوي في المستقبل لما تنزل ألعاب مثل كول اف ديوتي القادمة حجمها فوق الـ 240 جيجا هل راح اركب هاردسك؟ للأسف اذا ركبت هاردسك عادي مثل ما أنا سويت تقدر تشغل ألعاب الفور فقط ما دري صراحة هذه الملاحظة الوحيدة اللي عندي ما تقدر تستفيد حتى من التايب سي الموجود انك تركب هاردسك على الأقل حاليا بالنسبة للخلاصة بلاي ستيشن 5 جهاز عطاني التجربة الجديدة وعنوان الجيل المستقبلي من ناحية التجربة المرئية في تحسين صورة الألعاب وأيضا مظهر الألعاب بشكل عام أو تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد من أرخص السماعات الموجودة بالإضافة للتجربة الفيزيائية مع الدول سنس والإحساس الجديد هذا غير موضوع نظارة الواقع الافتراضي الـ VR بمعنى أن بلاي ستيشن حاوطوك بالخصائص وخلوك تتعايش مع الألعاب أكثر من مجرد تحريك شخصية باختصار جهاز يحمل كمية تقنية وتميز ويستحق كل مبلغ يندفع فيه ممكن ماهو أقوى جهاز من ناحية الأداء الرسومي في الجيل لكن قدم بداء لتنسيك الفارق البسيط في موضوع الرسومات لكن أحب أن أوه على نقطة ذكرتها في مقطع سابق إذا أنت تشوف الألعاب الحالية ما تناسبك فالانتظار مستحب على الأقل في بداية السنة القادمة سواء للبلاي ستيشن 5 أو حتى السيريس X إذا ما عجبتك الألعاب الحالية تقدر تنتظر أما الآن وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أعجبتكم المراجعة واستفدتم منها ويا رب أكون وصت لكم كل الأشياء التي تحتاجون تعرفونها والإحساس الفعلي في تجربة الجهاز وعلشان يكمل البكج شوفوا مقطع دول سنس بالإضافة للأمبوكسنج وترقبوا تغطية الألعاب في المستقبل القريب سامحوني على أي تكسير وتعالوا للإنستغرام للمزيد ولا تقصروا بالدعم ولا يكون نشر ويعطيكم ألف عافية كان معكم خالد من Gamer SNAK مع السلامة اشتركوا في القناة